اكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز شراكتها مع منظمة الصحة العالمية بما يحقق الأهداف الصحية المشتركة ونوهت سعادتها بأهمية التعاون الفعال مع المنظمة ودوره في تدعيم الجهود الرامية لتقدم القطاع الصحي واستدامته على مختلف الأصعدة لسيما من خلال الجهود المشتركة للتصدي للأمراض والأوبئة بما يحفظ صحة الإنسان وسلامة المجتمعات جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليمي شرق المتوسط وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين وقالت الوزيرة إن شراكة ما بين مملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية ترسخت بافتتاح مكتب المنظمة في المملكة والذي يأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة وأشارت إلى ما يحظى به القطاع الصحي في المملكة من دعم كبير واهتمام تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم ومتابعة وإشراف سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء ما أسهم في تحقيق سلسلة من الإنجازات الرائدة بهذا القطاع من جهته نوها الدكتور أحمد المنظري بجهود المنظمة المنظومة الصحية في مملكة البحرين وما تقوم به من دور بارز ومتميز على صعيد تحقيق الأهداف الصحية المنشودة والمساعد مشتركة مشيداً بمتانة نظام الصحي في المملكة وما قدمته من جهود استثنائية خلال كافة مراحل التصدي لجائحة فيروس كورونا شكراً للمشاهدة